السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير لكم مشاهدينا في كل مكان وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من ساعة صباح نتابع فيها كيف نختار هاتفا محمولا يناسب استخدامتنا وما الفارق بين نظامي أندرويد وآيويس للتشغيل الهواتف مع تعدد البدائل والمعروضات من الهواتف المحمولة يجد المشتري نفسه في حيرة أيها يختار وما أكثر ما يلائم منها استخداماته ربما تتضاءل هذه الحيرة قليلا حينما ينحصر الاختيار على أساس نظم تشغيل تلك الهواتف وبما أن نظامي أندرويد وآيويس هم الأكثر شهرة وانتشارا فسنتناول في حلقة اليوم من ساعة صباح بإذن الله أبرز الفوارق بين النظامين وكيف نختار بينهما بناء على استخداماتنا الشخصية نتابع اخترته عشان أسرع من الأندرويد بكتير ويحس أن الأندرويد بيبقى بيسرع التفاصيل كتير قوي فبيبقى مملي يعني بيحتاج وقت أكثر لا أندرويد ليه اخترت الأندرويد لأن أنا يعني بس رايح ليه وإمكاناته كويسة أندرويد ينفي عباد البلوتوث لأغلب الموبايلات لكن اليو أسرع باعت أستقبل البلوتوث من سامسونج أو أندرويد أبل والآيو اس أنا بالنسبالي الأندرويد أحسن بكتير لأن الآيو اس محتاج باسورد عشان أعمل أنزل أي حاجة وأعمل أبديت لأي حاجة وبيحنك كتير وأي حاجة عايزة أبديت أو أنزلها داون لوود بتحتاج باسورد وأنا نسيت الباسورد داون بحتاج أعمل ساتب الموبايل من جديد وبتتمسح كل حاجة من عليه بأرقام وفوتوز وكل حاجة وكمان في حاجات معانا ما ينفعش أن نزلها أن الآيفون فور مثلا أنا الموبايل بتاع الآيفون فور هو الآيو اس بتاعه 7.2 ما ينفعش أن أنا نزل فيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب لأن الآيو اس بتاعهم 9 أو 10 أو 8 مش فاكرة وأنا 7.2 فما ينفعش عشان أنا نزلهم لازم أعمل أبديت للآيو اس بتاعي وده ما يحتاجه القصة آيتون ستوري باع الكمبيوتر وإن أنا أعمله أبديت والحاجات دي فدي قصة كبيرة قصة كبيرة كما ذكرت هذه الصغيرة ولكن يبدو أنها هي ما شاء الله هي الكبيرة للحديث عن هذا الموضوع أن نرحب ضيفاني في الاستوديو الأستاذ محمد الهادي مبرمج تطبيقات للهواتف المحمولة وأيضا الأستاذ إبراهيم رأفة صاحب محل لبيع أجهزة الهاتف المحمول أهلا بكم معنا وصباح الخير أهلا بكم وقبل البداية ننوه مشاهدين إلى أننا نتلقى مشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وأيضا على صفحتي الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر كما يمكنكم متابعة البست الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر أما متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي إن كانت لديكم أي استفسارات حول الفارق بين نظامي الأندرويد والآي أو اس لتشغيل الهواتف المحمولة أرسلوا بها إلينا عبر صفحتي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر أستاذ محمد هذه الصغيرة في نهاية التقرير الذي عرضناه ربما أتت لنا بفوارق بين نظامي الأندرويد والآي أو اس تعريف سريع بكل من هذين النظامين بسم الله الرحمن الرحيم النظام الأي أو اس هو نظام تشغيل طور عن طريق شركة أبل لتشغيل أجهزتها فقط نظام الأندرويد نظام طور عن طريق شركة جوجل لتشغيل أغلب أجهزة اللوحية أو الهواتف المحمولة بالتوتش سكرين يعني الآي أو اس خاص فقط بنوع معين من الأجهزة أو بشركة معينة الآي أو اس خاص فقط بالأجهزة الآيفون والآيباد والآيبود توتش والآندرويد لكل الأجهزة طيب أشرح لي بشكل بسيط يعني حتى يعني إن كان بعض من يشاهدنا الآن يعني ليس له فكرة كبيرة بفكرة الأنظمة في حديثاتها يعني من الذي تعتمد عليه فكرة تشغيل هذه الأنظمة؟ نظام التشغيل هو عبارة عن البرنامج أو الوسيط بين الجهاز نفسه كهاردوير والشيء الذي يقدر يعمله المستخدم أو الواجهة المستخدم عشان يقدر يستخدم الكاميرا عشان يقدر يستخدم خصائص الجهاز كلها لازم يكون في نظام التشغيل يعني هي العلاقة ما بين الاثنين ما بين المستخدم وما بين الهاردوير أو كما ذكرت يعني القرص الصلب الموجود على الهاتف نفسه طيب يعني كون أندرويد مفتوح المصدر يعني هكذا فهمت منك يعني استخداماته من الممكن أن تكون على أجهزة أوسعة ما الذي يعني هذلك؟ مفتوح المصدر يعني كل المطورين يستطيعوا أن يستخدموا البرنامج أو النظام يعني يعني يعملوا بها أو تعديل إنه ينفع مع احتياجاتهم أو للأجهزة معينة أو طرق استخدامه غير اللي أصلاً يتعمل أشانه نعم يقدروا يعدله لما يكون مغلغ المصدر معناته إنه ما في حد يقدر يعدل فيه إلا الشركة اللي عملته أنت ملازم وتستخدمه بالطريقة اللي هما عملوا أشانه يعني لا يستطيع أحد أن يضيف أو يعدل أو نعم لهذا هو نظام الأي أويس الأي أويس لا لا أتحدث عن عدم التدخل عدم التدخل في الأي أويس الأي أويس أما الأندرويد فمن المتاح أن يتم التعامل معه بالضبط طيب أستاذ إبراهيم أيهما الأكثر انتشاراً يعني بوصفك يعني محتك بالسوق بشكل واسع الأكثر انتشاراً الأندرويد أم الأي أويس بسم الله الرحمن الرحيم هي أولاً حسب الارية اللي احنا بنشتغل فيها أو المنطقة ففي مثلاً في مصر الأندرويد أكثر انتشاراً بكتير لأسباب عديدة أولاً الأي أويس أو الماك عموماً سعره غالي ثانياً بتاعته معظمها بتطبيقات بتطبيقات معظمها بفلوس وهو مش سهل استخدام قوي هو عايز حد يكون شوية يعني مش نقول متخصص أو بيفهم في الكمبيوتر لا، هو عايز حد يكون عنده وقت شوية ومهتم أي وقت عنده وقت بحيث أنه هو يخش ويعمل آي كلاود أكاونت يعني حساب على الآي كلاود ويبقى حافزه ويبقى كل شوية لازم يحطه يعني عايز اهتمام أكتر وده مش موجود عنده كل الناس يعني أستطيع أن أقول من هذا الكلام أن الشريحة الأكبر الشريحة البسيطة الشريحة التي تتعامل مع الهاتف كونه وسيلة اتصال وتواصل فقط أما هي تفضل الأندرويد أما الشريحة التي تهتم بالتفاصيل بتطبيقات بعينها سواء ذلك خاص بالعمل أو بالدراسة أو بأي شيء آخر حتى من باب الاهتمام فيفضلون الأي او اس يعني نوعا ما الكلام ده مضبوط لكن برضو هو الأندرويد الفئات العالية منه أو من الأجهزة فيها كل التطبيقات أو معظمها اللي موجودة في الاي او اس لكن زي ما بقول له حضرتك كده هو حوالي 80% من المستهلكين يعني على يعني على مستوى العام بيستعملوا أندرويد لأن في أكتر من يمكن عشر شركات أو يعني العدد مش حافظوا بالظبط بتدعم الأندرويد في أجهزتها لكن هو ما فيش غير الأبل الأبل فقط هي اللي بتشتغل بالاي او اس وبالتالي الأكثر انتشارا هو الأندرويد أما لو تحدثنا عن الميزات في كل من النظامين هل نستطيع أن نقول يعني هناك ميزات أكبر في الاي او اس ولكن عدم السهولة في أن يكون في متناول الجميع يعني تحد من هذه أو تحد من هذا الانتشار لا احنا ما نقدرش نقول إنه ده في ميزات أكتر من ده وده ليه اتجاه وليه مستهلك معين ليه رغبات معينة وده ليه اتجاه وليه مستهلك معين وليه رغبات معينة وزي ما قلت لحضرك فيه فئات عالية من الأندرويد هي يمكن أنا مش عايز أقول بتتفوق على الاي او اس أو بتبقى سبقاه يعني بدون داعي تذكر أمثلة في الأجهزة لكن فيه أجهزة كتير سبقى الأندرويد شاشات مثلا سبقى الاي او اس من طريقة مثلا التصوير او الكاميرا او قدرة الكاميرا او الشاشات الشاشة الامالود نزلة على سبيل المثال نزلة في الأجهزة الأندرويد من أكتر من سنة ونصر يدوب لسه نزلة في الايفون الاكس او الايفون عشرة اللي هو النظام اللي هو الأخير فلا ده ليه مميزات وتانية مميزات لكن طبعا فيه ناس حسب التعود ما بتقدرش التغير وحسب كمان فيه نقطة تانية مهمة ان المستهلك بيبقى عنده داتا مهمة جدا ما يقدرش يستغنى عنها طريقة نقلها في الاندرويد بيعرف انقلها من اندرويد لاندرويد بسهولة وكذلك بيعرف انقلها من اي او اس الاي او اس بسهولة ويمكن دي الشركات متعمدة تعملها ان كل واحد بينقل على الابديت بتاعه بسهولة لكن انه نقل من اندرويد لاي او اس دي ده يعملنه معلومات كتير يعني سنأتي على هذه التفصيلة تحديدا يعني لاحقا ان شاء الله لكون ذلك بالفعل كما ذكرت يسبب كثير من المشاكل الذين يريدون نقل من نظام الى نظام اخر بالعودة لك مرة اخرى استاذ محمد يعني عرفت لنا بشكل سريع النظامين او كل من النظامين لو تقول لنا متى تم الاصدار يعني اصدار النظام اندرويد ونظام الاي او اس اشار ممكن السيد ابراهيم الى فكرة ان في بعض الحالات بعض هذه الاجهزة تكون سابقة للاخرى في كثير من التطبيقات او كثير من الميزات الخاصة بكل جهاز اصدر اول اصدار لاندرويد عام 2007 واستخدم اول مرة بصورة تجارية في اجهزة للبيع كان في 2008 عن طريق شركة جوجل بالنسبة لاي او اس اول مرة يطلع برضو كانش سنة 2007 وكان تابع للايفون بالنسبة للخصائص ايفون فيه خصائص كثيرة جدا او الاي او اس الاي او اس فيه خصائص كثيرة جدا والاندرويد نفس الشي فهي بترجع للمستخدم غالبا في انه ما هي الاحتياجات التي يحتاج لها الميزة في الاي او اس انه الهاردوير او الجهاز والاي او اس مصنعين من نفس الشركة فغالبا بيكون فيهم توافق كبير جدا اللي هو بيخلي سلاسة في الاستعمال سهولة في الاستعمال انهم متوافقين اكتر فبتدي ميزات افضل بكثير هذا في نظام الاي او اس ربما يعني نعود بنفس السؤال او بالحديث عن نفس السؤال الى السيد ابراهيم كي يعني يلقي الضوء اكثر على فكرة الاختلاف بين الاجهزة ولكن نتحدث او احد المحاول التي نتحدث عنها هو الشكل الشكل هو احد اهم الدوافع التي تحدد اختيار البعض لهاتف بعينه تعرفوا معنا على الفارق بين فكرة الاختيار ما بين الشكل بين الهاتف المحمول مع محمود اوبا من قناتي على اليوتيوب والتي تهتم باخر الاخبار التقنية نتابع اول حاجة اتكلم عليه هي الشكل وهبدأ بالايفون الايفون شغل بنظام اي او اس ونظام ده خاص باجهزة ابل بس والايفون مفيش منه لشكل واحد سواء كنت هتشتري ايفون 6 او ايفون 6 بلاس لان الاثنين نفس الشكل ونفس التصميم الاختلاف الوحيد بس هيكون في حجم الشاشة لكن لو كنت عايز تشتري حاجة اصغر او شكل مختلف مثل ايفون 5 اس امكانيات الجهاز هتكون اقل لكن اللي طبعا بيحب شكل وتصميم الايفون الايفون عموما مش هتفق مع النقطة دي وكمان ميزة شركة موبايلات الاندرويد ان الشركات كتيرة بتنزلها وطبعا كل شركة بتبقى حتى خصائص مميزة تميز الجهاز بتاعها زي مثلا ال جي الواجهة بتاعتها واجهة ال جي تقدر تخصص فيها تقريبا كل حاجة في الشكل اللي يعني تخياملها في الشكل اللي يناسبك زي ايفتفاع الكيبورد تقدر تخصصه وتعليها او توطيها او ترجحها الافتفاع العادي وكمان فيه اتش اتسي واللي بيميز اجهزتها هوا ما حاجتين اول حاجة التصميم بتاعها التصميمه بيبقى شكله جميل جدا سواء كان معمول من الالمونيوم زي موبايلات الاتش اتسي وان ام سيفن و ام ايت او كان معمول من البلاستيك زي موبايلات الديزاير التصميم بتاعها بيبقى جميل جدا وشكله حل وكمان فيه الاسبيكر عندها اللي هو البوم ساويند بتستعمله في الام سيفن والام ايت برضو البوم ساويند بقى سماعات الاستيريو امامية فبراستها قوي وواضح جدا فيه كمان سامسونج سامسونج الواجهة بتاعتها تعتبر ابطأ واجهة مموجودة في موبايلات الاندرويد وده علشان المميزات الكتيرة اللي بتضيفها لكن فيه مميزات فيها بتكون مفيدة خصوصا في اجهزة النوت ولي استخدماته المميزات الكتيرة اللي بيضافها لألم وبتقدر تعملها به وكمان فيه ميزة تانية وهي مقومة الميا الميزة دي اول شركة استخدمتها هي سوني والسوني دي تعتبر الميزة الرئاسية بتاعتها اللي بتسوق بها موبايلاتها اخر شركة هتكلم عليها بالنسبة لاجهزة الاندرويد هي متوريلا متوريلا طبعا بتنزل اجهزة قوية جدا بالنسبة لمواصفات والسعرها بيكون رخيص وكمان الواجهة بتاعتها بتكون زي الستوك اندرويد او البيور اندرويد اللي هو بتنزيبه موبايلات النيكسس متوريلا عملة اخر جهاز لجوجل اللي هو النيكسس 6 الموبايلات متوريلا بتبقى سريعة جدا والواجهة بتاعتها بتبقى نفسة او قريبة من واجهة البيور اندرويد وبالنسبة للاي او اس سواء في الايفون او الايباد او الايبود فبيتميز بواجهيته البسيطة يعني اول ما تفتح هتلاقي كل التطبيقات قدامك وحتى الستينجز بتاعته سهلة في الاستخدام واي حد يستخدمها بسهولة كانت هذه بعض التوضيحات الخاصة بفكرة الاختيار من ناحية الشكل او الشكل العام لكثير من الاجهزة سواء اندرويد او الاي او اس وبالعودة لك مرة اخرى استاذ ابراهيم لو لك تعقيب او توضيح معين على ما تم عرضه الان هو طبعا الكلام اللي اتقال ده كلام مضبوط لكن تجاريا بتفرق شوية حسب رغبات المستهلك وفي حاجة كمان احنا يعني لازم ننوه لها ان المستهلكين بيبقوا شوية الموبايل من من مدعي التفاخر يعني فالمعروف ان جهاز معين ده سعره غالي فالناس تشتريه في ناس كتير ممكن تشتريه لمجرد ان هو يقول انا معايا جهاز الفلاني حتى لو لا يحتاج الى كثير من هذه الموبايلة ولا بيعرف عنه اي حاجة ده حقيقة يعني وده برضو يعني مش حاجة وحشة كل واحد حسب امكانياته كل واحد حسب استعمالاته يعني تقصد من الممكن ان يشتري شخص ما جهاز حتى لو لم يستخدم كل الميزات التي فيه ولكن فقط لكونه يحمل الجهاز رقم كذا او الجهاز بالاسم الفلاني كذا يعني للأسف الشديد يمكن اكتر نسبة عالية جدا من المستهلكين بتبقى نفس الحاجة اللي احتاج بتقول عليها هو شايل الجهاز ده مجرد ان هو كأنه مثلا مقتنية عربية رولز او حاجة كده ومش شرط ان هو يستمتع بكل امكانياتها وبتبقى يعني مشكلة بتقابلنا احنا يعني احنا بنحاول ان احنا ميجي عايز ينقل حاجة ميجي عايز بيجيلنا هو مش عارف اي حاجة في الجهاز في الغالب هل يتم اخذ رأيك مثلا يعني كاحد المحتكين او المتخصصين في هذا المجال هل يتم يعني هل هناك عميل مثلا يأتي اليك ويقول يعني اي الاجهزة افضل اي ترشح لي هكذا طبعا طبعا في عملة كتير بتيجي تسأل السؤال ده بس انا في الحقيقة بنصحه نصيحة مش حسب الامكانات بتاع الجهاز انا بنصحه النصيحة اللي تريحه بقوله انت كان معاك جهاز ايه قبل كده فاذا كان اندرويد يقوله خليك في نفس الوي اللي انت فيه او في نفس الخط لان انت هتتعب عشان تغير من جهاز اندرويد اي او اس هتتعب الترجمة يعني العملية كلمة تتعب دي يعني معناها انه سيأخذ كثير من الوقت حتى يفهم الجهاز الاخر ام ماذا تعمل؟ اه طبعا هياخد وقت كتير عبل ما يتعود عليه وناس كتير من اللي بتغير الاجهزة من جهاز اي او اس الى اندرويد او العكس او العكس ده فيه في نفس الاندرويد يعني مثلا من جهاز سين لجهاز صاد بيجي بعد فترة قليلة مثلا اسبوع او اتنين يقولك انا مش عايز الجهاز ده انا عايز الجهاز اللي انا متعود عليه عايز الجهاز اللي انا حتى هو ده اندرويد ده اندرويد بس فيه فرق صغير مثلا في طريقة التعامل يقولك لا ده دمعه فانا بنصحه انه هو يمشي في نفس الاتجاه اللي هو ماشي فيه علشان ما يجيش بعد فترة قصيرة يخسر فلوس ويقول انا عايز ابيع ده وهو لسا جايبه جديد وهل يكون الفيصل هنا او النصيحة منك تعتمد على ماذا احتياج الشخص لهذه الميزات سواء في هذا الجهاز او هذا الجهاز طبعا لكن انا انا زيب بقول لحضراتك معظم يعني نسبة كبيرة من المستهركين ما بيبقاش الجهاز بنسباله بيستعمل امكانياته مية في المية بيستعمل امكانيات حاجات بسيطة يعني فهو بنسباله في الاصل جهاز كشكل وكديزاين وهو ماشي بيه لمجرد انه هو عايز يشيل الجهاز الفلاني عشان هو امكاناته كذا فانا بنصحه يبقى هو في نفس مجال كمان علشان نقطة اللي ذكرناها من شوية انه هو ما يخسرش الداتا بتاعته مشكلة كبيرة صحيح بالنسبة لناس ان في ناس تحطى حساباتها في البنوك في ناس حطى يعني عندها ناس تقبل كثير من المشاكل اه صور عزيزة عليها الناس توفت وناس كذا وناس كذا فبتبع عندهم بالتأكيد بالتأكيد طيب محمد يعني لو تحدثنا عن الاسواق الاسواق الالكترونية الخاصة بكل من اندرويد و الاي او اس ما الفارق بينهما وما هي بالاساس هذه الاسواق الاسواق الالكترونية هي بعلا متاجر يستطيع المستخدم ينزل منها البرنامج اللي بيحتاج لها للاستخدام فبالنسبة للاندرويد في متاجر كثيرة جدا اهمها الوون ماركت بليس او الجوجل بلاي او مثلا في السامسونج سامسونج جالاكسي اب بالنسبة لل اي او اس في متجر واحد رسمي اللي هو الابل ستور او الاب ستور لكل ميزات وعيوبه بالنسبة لل ابل هو مصدر واحد بس موسوق يعني فعليه دعم كبير بالنسبة للاندرويد المتاجر كثيرة والبرامج كثيرة جدا بس المشكلة الرغابة علىها بسيطة من ناحية امن ممكن تكون اقلة في الاندرويد ممكن تكون اقلة ممكن تلقى برنامج بعمل الاف البرامج بهدف واحد بسبب طبعا قلة الرغابة بالنسبة للاندرويد غالبا مجاني او ارخص في السعر كثير مقارنة بال اي او اس طيب يعني كل هذه الميزات من ضمنها ذكرت فكرة الامن او الامن الخاص بالهاتف نفسي والمعلومات التي توجد علي هذا ما نتحدث عنه الحماية واعدادات الامان عامل بالتأكيد مؤثر بلا شك عند اختيار هاتف المحمول نتعرف في المقطع التالي من صفحة update على معايير استرشادية لاختيار النظام وفقا لدرجة الامان نتابع اهم النقاط اللي بتهمنا جميعا هو موضوع الحماية فاذا كنت شخص مهووس في الحماية وامنك المعلومات مهم وحساس للغاية فانا بنصحك بهواتف اي او اس مش هواتف اندرويد لا سبب مهم جدا جدا وهو انه ايفون بتفرض كثير تحفظات على المستخدمين وكثير شروط على المستخدمين بتمنعهم مثلا على سبيل المثال انهم ينزلوا اي تطبيق من خارج الاب ستوري لانه طبيعة او تصميم النظام او هيكلية النظام تمنع تنزيل اي تطبيق من خارج المتجر لانه احتمالية كبيرة انه هذا التطبيق من خارج المتجر يكون في برامج تجسس او يكون فيه اوامر للتجسس وسحب المعلومات من الاجهزة على خلاف الامر تماما في انظمة اندرويد من خلال تبعيد الخيارات السماح بتطبيقات وهمية او من خارج المصدر فانت بتقدر تنزل اي تطبيق من اي مكان في العالم من خارج بلاي ستور من اي متجر الكتروني بتنزله كل سهولة وبكل سلاسة لهيك عم بتلاحظ انه عملية الهاكينج على انظمة اندرويد والشرحات الخاصة باختراق انظمة اندرويد اكثر منها في انظمة اي او اس يحدث هنا عن درجة الامان في كل من النظامين بالعودة لك مرة اخرى محمد فكرة درجة الامان الخاصة بكل جهاز او بكل نظام تشغيل تعليق لك على ما استمعنا اليه الان الكلام اللي قال في الفيديو حقيقة انه الامان في الاي او اس اعلى بكثير من الامان في الاندرويد ولكن لسببين رئيسيين السبب الاول في تنزيل البرامج من الاي او اس عليه دعم كبير بتتراجع البرامج بصورة دقيقة جدا لوجود اي ثغرات امنية قبل ما انها ترفع وتباع للمستخدم في الاندرويد ما في الدعم الكبير قبل ان تنتقل الى الاندرويد من ناحية الامان تحديدا يعني ذكرت فكرة هذه الميزة الكبيرة في نظام الاي او اس من ناحية الامان ولكن هناك من يقول ان هذه الميزة ايضا هي اشد عيوب هذا النظام ايضا حقيقة لانه ما اي شخص بيقدر يعمل اي برنامج هو حاب يعمله وينزله في الاندرويد اي شخص ممكن حتى في البيت يقدر يعمل البرنامج اللي هو عايزه وينزله في حالة انت عارف انه البرنامج بيعمل شنو او مواصفاته بيكون امان وافضل بس غالبا بيستخدم بطريقة سيئة في انه بتعمل برامج بتكون فيها اضرار وخصوصا انه الشريحة الاكبر من المستخدمين هم اندرويد فدائما المهاجمين او الاتاكرز او البرامج بيستهدفوا الاندرويد لنزله الايفون اقل استهدافا واكثر رقابة اصعب في انه يدعم البرامج وطبعا اكيد ممكن تعمل خيار في التلفون اذا في الايفون او الاندرويد انه يقبل برامج مصنعة خارج الاطار الرسمي ودي قالبا بتسبب مشاكل كثيرة جدا ولا ينصح بها طيب استاذ ابراهيم يعني سرعة الهاتف واستجابة الهاتف لكثير من التطبيقات التي نمارسها بشكل يومي تكون هي احد العوامل في تحديد كيفية الاختيار هل هذا مرتبط بالهاتف كجهاز في حد ذاتي ام بنظام التشغيل اولا هو لا طبعا هو برتبط بكذا حاجة بالهاتف ونوعه وراماته والبروسيسور بتاعه يعني فيه طبعا من الاندرويد كذا فئة وفيه من الايو اس كذا فئة فيه فئة متأخرة وفيه فئات حديثة فطبعا الجهاز الذاكرة بتاعته عالية والبروسيسور بتاعه عالي بيستجيب طبعا بسرعة عالية وخصوصا ان معظم الناس دلوقتي شغالة على طول على الانترنت معتبر الموبايل كأنه كمبيوتر ما هاتش حد بيستعمل تابلت او موبايل هو حاجة واحدة يعني بيستعملوه بدل الكمبيوتر فطبعا وفتة الجهاز الكبير يعني جهاز الكمبيوتر فيه حد ذاتي كل المعلومات التي منها الممكن ان تفيدني يعني استعين بالهاتف بالتأكيد بزبط 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 لا طبعا سرعة الجهاز بتعتمد على نوعه والشير كلم عاملاء والرامات بتاعته كل حاجة يعني لا علاقة في موضوع السرعة بنظم التشغيل سواء اي او اس او اندرويد لا فيه طبعا نظم التشغيل طبعا فيها فرق بس الفرق الاساسي بيبقى في الجهاز اذا كان الجهاز من فئة متطورة وحديث فطبعا هيتعامل مع الابليكيشن ومع الحاجات دي بسرعة عالية طيب في حالة الشراء يعني هذه السرعات اما كانت مفيدة ما تم تصنيعها او ما تم انتاجها في السوق السرعات المختلفة وإلا كان الكل ذهب الى سرعات في مستوى واحد هل لها استخدامات بناء على هذه السرعات يتم النصيحة منك مثلا للمشتري تشتري هذه السرعة ام هذه السرعة ما طبعا احنا بنقوله انت استعمالك الاكتر مثلا فيه ناس بتستعمله كجيمز وكواتساب وخلاص فيه ناس بتشتغل عليه فيه ناس بتنزل عليه حاجات خاصة بالجرافيكس فيه ناس بتنزل عليه حاجات خاصة بشغلها كل واحد حسب التزاماته وشغله فاذا هو بيستعمل حاجات دي بشكل يومي وبشكل يعني محترف فلازم ننصحه طبعا بالجهاز المناسب ليه وبالسرعة المناسبة وكل حاجة انما اذا كان هو بيستعمله كيوزر عادي او كتفل صغير او كده برضو فيه فيه الاطفال بيستعمله ساعات جيمز ليها جرافيكس عالية وليها لازم يبقى عنده جهاز قوي يعني سنعود لك في هذه النقطة تحديدا فكرة الاختيار على اساس السرعات وايضا يعني القصة الكبيرة في اختيار الهواتف التحديدا للابناء كيف يكون هي او كيف تكون طريقة الاختيار الصحيحة ولكن فاصل قصير مشاهدين ثم نعود لاستكمال النقاش والتعرف على تعليقات متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي فتفضلوا بالبقاء معنا اهلا بكم من جديد والحديث متواصل في نافذة اليوم عن كيفية اختيار او الفارق بين نظامي التشغيل اندرويد وال اي او اس والحديث كان يعني قبل الفاصل مباشرة عن فكرة كيفية الاختيار الساعة التي من الممكن والسرعة التي من الممكن ان نختار على اساسها هذه الاجهزة وكنا نتحدث مع الاستاذ ابراهيم على فكرة كيفية الاختيار خاصة بالنسبة للابناء ذكرت لنا يعني من الممكن ان يكون طفل ولكن يحتاج سرعة اكبر وبالتالي تنصح له باجهزة لها قابلية او متطورة اكبر هو طبعا الاطفال هم دلوقتي المستهلكين يعني هم السوق الاطفال دلوقتي هم السوق مع ان هذا يعني من وجهة نظر التربويين امر خاطئ لا ومن وجهة نظر الاطباء كمان يعني بتعملوا مشاكل في النظر وفي كذا وكذا لكن هو طبعا امر امر واقع امر واقع فطبعا الاطفال حسب سنهم وحسب هو بيستعمل انهي نوع من الالعاب في اطفال بتفرج على اليوتيوب بس في اطفال بتنزل الالعاب طب في هذه الحالة اذا كانت تعامل للطفل خاص ب فكرة الالعاب والتصفح على اليوتيوب للالعاب وافلام الكارتون وغيره تنصح بالهاتف ام تنصح بجهاز اخر وبما يكون اكثر تخصصا في هذه النقطة لا واعنا طبعا ننصح للاطفال بالتاب لعدة اسباب ان هو اولا عشان نظره الحاجة التانية علشان يقدر ان هو ما يبقاش يعني المساحة اللي بيلعب فيها محدودة بيعنده مساحة واسعة وكمان التاب في منها انواع متطورة جدا زي المبالات واكتر طبعا نعم التاب بنسبة للطفل هو ده الاساس طيب معنى اتصال من السيد عبدالله من المملكة العربية السعودية اهلا بك اهلا بك وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله انها تضمعوا لاجرت الصلاة خدمة خدمة بروا ضحروا جووا في المدينة معنوا انخذها التلفون في خدمتك بعدان اليوم الصدق ما حتى تحبه بالتلفون أو غير التلفون الآن الناس ما حتى تحبه نحبه الفات اذا تبغى او ضربه او شيء نحبه ويزي يتكلم وينصح المجد كان النصيحة الاول قناعة الاول وعلى النصيحة نشترونها. الحمد ماشي. ما حاجبوا النصيح الجواب في خدمتنا. ونشكر الله على هذه النحلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك سيد عبد الله. وبالعودة لك مرة أخرى. أستاذ محمد الكثير يقولون أن هناك اختلاف بين النظامين فيما يتعلق بعمر البطارية. العودة مرة أخرى إلى فكرة الفارق بين نوع الجهاز والشركة المنتجة لهذا الجهاز أم بالنظام؟ هو لو تأثير بالبطارية نفسها في التصنيع بتاعها والنظام الذي يستخدمه. عموما في الآي او اس البطارية مصنعة من آيفون مصنعة خصيصا للنظام التشغيل الآي او اس. فأفضل من ناحية البطارية كثير من الآنرويد اللي هو البطارية تصنيعها ممتاز بس ما نفسه ما مصنعة لنفس البرنامج فبتكون في برامج أو تطبيقات بتشتغل بتكون بتاخد زمن أكثر بتاخد حتى لما تصنعت ما تتابعت بطريقة اللي هي مناسبة لأن استخدامها للجهاز تكون بسيط للبطارية فغالبا الآيفون أفضل في مجال البطارية تقصد هذا النظام وبالتالي الشركة المصنعة علىه أفضل في مجال البطارية وإن كان قد سمعنا كثير من المشاكل حدثت حتى للأجهزة الحديثة من نظام يعني الموضوع هنا يرتبط بماذا تحديدا الموضوع بتاع البطارية بيعتمد على المصنع بالصورة أساسية يعني في النوت 7 كان البطارية حصلت فيها مشاكل كبيرة جدا وانفجار وكلام زي ده فالتصنيع بتاعها كان فيه مشكلة وهي العامل الأساسي في قوة البطارية في البطارية التصنيعة بيجي عامل ثانوي اللي هو نظام التشغيل اللي بيشغل البطارية وبيستهلكها أو كده طيب يعني يحدث دائما أن بعد تحديث أي نظام أن كفاءة البطارية تقل يعني هل هذا يعني أمر متعارف عليه أو له حلول هذا بيكون بسبب أنه البرامج لما يحصل تحديث البرامج أو التطبيقات اللي مشغالة ما كلها بيحصل على تحديث فبيحصل فيها مشاكل المشاكل دي التطبيق بيسحب بطارية كثيرة هو بيكون شغال مثلا في الخلف حصلنا اليوزر ما شغال عليه وما حصل له تعديث عشان يناسب الإصدار الجديد من النظام التشغيل فده بيسحب من البطارية بيسحب من الرام بيسحب من كل الجهاز أو قدرات الجهاز يعني الفكرة فيه يعني فكرة كيفية التعامل مع هذه الأجهزة حتى ينتفدى مشكلة البطارية التي تكون يعني من المشاكل الشائعة بالضبط كده يعمل أبدات لكل البرامج اللي عنده في أسرع فرصة ممكنة طيب وردنا العديد من أسئلة وتعليقات متابعينا على صفحتي الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر عن موضوع حلقة اليوم نتابع جانب منها قبل أن نعود لاستكمال النقاش مع ضيفينا نتابع موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في هذا الحوار وهي كيفية اختيار هاتف للأولاد مرة أخرى ليست الساعة فقط أو القدرة على التخزين هي فقط أعامل مهم عند اختيار الهاتف خاصة للأباء والأمهات ولكن هناك أمور أخرى يعني فكرة الأمان فكرة أن يكون الجهاز يستطيع أن يتحمل ما سيناله من خبط وصدمات كبيرة جدا هل الأعمار تختلف وأيضا بماذا تنصح من يريد شراء هاتف لابنه طبعا الأعمار تختلف وحسب برضو الولد ممكن يجيب منه على حاجات في المذاكرة يجيب منه كتب يجيب منه حاجات فطبعا هو الأول نصيحة للأولاد أنه هو يبقى عنده تاب أو آيباد النصيحة الثانية أنه هو يشوف حسب اهتمامات ابنه يعني هو بيلعب أنا طبعا مش خبير قوي في الجيمز لكن في أطفال بتجيب بتلعب على التليفون ألعب قوية يبقى محتاج فيها البروسيسور عالي يحتاج فيها الشاشة تكون واضحة جدا رزوليشة بتاعها عالي طبعا حسب هو يعني رغبات ابنه هو يشوف هو بيمشي مع ايه بيتناسب مع ايه لأنه هو السؤال أنت نما بتيجي تقول أنا عايزة أشتري تليفون يعني ممكن نعمله مثلا يعني زي بحث حالا نقوله أنت بتشتغل فيه تاخذ منه بيانات خاصة به بزبط تشتغل فيه عندك وقت قد بتقدر توصل في المغالب تستعمل فيه عشان نقدر نقوله اشتري ده طيب فكذلك الطفل والده بيعارف هو بيعمل ايه بيلعب ايه بيسوي ايه ما بيلعبش بيتفرغ على اليوتيوب كذا فبيبنا يحتاج له حاجة ببطاريتها قوية عشان ما عودش كل شوية جنب الشاحن لأن الشاحن برضو ليه أضراره نعم يعني كل واحد حسب احتياجات ابنه طيب محمد يعني من ضمن التعليقات التي وردت إلينا على وسائل التواصل الاجتماعي كان هناك سؤال هل هناك اختلاف أو هل اختلاف النظام يؤثر على قوة الإشارة إشارات الاستقبال بيأثر اختلاف الجهاز نفسه القديم والجديد بس لكن الأنظمة لا الأنظمة لا تؤثر كثيرا بالنسبة ل فيه واحد بيقول انه ما حصل جرب الـ ايو اس وبيفكر انه الاندرويد الجميل الاندرويد جدا جميل والايو اس جدا رائع فانصح وينه لازم يجربهم الاثنين يعني الناس بيتكلموا انه ده افضل وده افضل وده افضل بس لازم كل واحد يجربهم طيب المشكلة التي أشار إليها السيد إبراهيم أثناء الحديث فكرة التغيير من نظام لنظام ربما المشكلة الأكبر التي تواجهنا هي فكرة نقل الداتا وهذه البيانات التي ربما تسقط والتي ربما تمثل لكثيرين أهمية كبيرة كيف نتغلب على هذه المشكلة المشاكل بتاعت نقل الداتا هي حقيقة مشكلة حقيقية بس في حاليا برامج كثيرة مشتركة بالأسامي مثلا للأسامي جوجل أو كده بالنسبة للصور في برامج كثيرة ممكن تنقلها على الـ iCloud أنها تنغل بالكلاود أو بكده بالكمبيوتر ففي طرق كثيرة لنغل البيانات مجرد ما أنت تشتري مفروض اللي أنت تشتري منه الجهاز تديع الجهازين تقول أنا حابي أغير فأنقول ليل داتا أو كده فمفروض يسعد طيب يعني ننتقل لسيد إبراهيم لتوضيح نقاط معينة في هذه القصة لكن معنا تصال من السيد سعد من الكويت أهلا بك يا أهلا بيتشا أستاذة أهلا بكتار سعد صباحكم بكل خير أنت والبرنامج وكرر النداء في الوقت المناسب المباشر أستاذة بمثلة البطارية الجوال بطارية النقال لا تشحن لا تشحن بطارية الجوال لا تشحن وأخيرا رحم الله وفق قيد لا سراتيحياتي لكم شكرا لك سيد سعد سيد إبراهيم أنا مهمك يعني هو يقول البطارية لا تستجيب لا تشحن كما يقول هي دي مشكلة مش في البطارية دي غلمتها مشكلة في الجهاز الكونيكتور بتاعه فيه مشكلة طبعا حسب نوعه أو أكيد أكيد مش في الشاحن يعني أكيد هي مشكلة في الجهاز عنده ممكن يكون يتعرض لصدمة ممكن يكون وعليه شوية سويل حاجة كده فأنصحه أنه هو يزور أقرب مركز خدمة طيب العودة إلى السؤال أو النقاط التي كنا نتحدث فيها عن فكرة نقل الداتا أو التغيير من نظام إلى نظام يعني سواء أندرويد أو IOS في هذه الحالة هل يأتي لك العميل ويقول لك يعني أن يتم النقل وهل يتم النقل من قبلك أنت كمختص بسهولة مثلا أم ماذا هو فيه طبعا نسحنا منسعدها في نقل الداتا وفيه شركات يعني مش عايزين نقول أسميها بس فيه شركات أو مراكز خدمة بتقدم الخدمة دي بمبلغ معروف عندها يعني وله بسهو في الغالب يعني نقل من من الأندرويد أسهل بكتير من النقل من IOS من أندرويد من أندرويد لأندرويد أسهل بكتير من نقل IOS من مثلا من iPhone 5 إلى iPhone 7 أو iPhone 6 النقل من 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 IOS صعب شوية بياخد وقت ولكن يتم النقل يعني على كل حال يتم النقل يتم وأنما بياخد وقت وبيبقى محتاج حد يعني عنده خبرة شوية وأندرويد بيبقى فيه برنامج واحد بتنزله على الجهازين بينقلهم سواء من ويرلس أو ويرد يعني بيبقى الموضوع سهل جدا وفي دقائق معدودة طيب يعني إذا قلنا أن هناك من يريد أن يغير النظام بالكامل من أندرويد إلى IOS أو العكس أيهما أسهل في نقل الداتا النقل من الأندرويد إلى IOS أسهل من النقل من IOS لأي حاجة تاني طبعا أي حاجة عايزي أخرجها من الأندرويد بخرجها بسهولة نعم إنما بخرج من IOS مش كل حاجة بتطلع والنقل صعب شوية أنه استعمال الإيتيونز مش سهل بالنسبة لكل الناس لغاية دلوقتي الإيتيونز مش مفهوم بالنسبة لعدد كبير من الناس صحيح يعني كثير من يحملون أجهزة IOS لا هو صعب هو كتطبيق صعب حتى علينا أنا في الكاريرير ده بعلي 20 سنة فلا هو صعب مش سهل طبعا بتعامل مع أداء ومأداء بس هو أصعب كثير من الاندرويد ربما يختلف معك محمد في هذه الحالة ولكن التطبيقات واحدة من المميزات التي يهتم بها مستخدمي الهواتف الذكية وكذلك تعد سببا مهما لاختيار هاتف دون غيره نتوقف الآن لنتعرف على الفروق بين متجر التطبيقات في كل من نظام أندرويد ونظام IOS وهذا المقطع من قناة تكنولوجيا من السودان نتابع بالنسبة للنظام الاندرويد اللي هو نظام مفتوح المصدر أو open source غير المميزات اللي بيقدم هناك نظام تشغيل هو الوظائفة الأساسية للمختلف المستخدمين اللي يهمني أنه ممكن نعمل مكالمة أو رسل رسالة أو نزل أي برنامج هو نظام مفتوح المصدر بمعنى أنه أنا ممكن استفيد من نظام تشغيل الاندرويد وطلع نسخ تانية بتاعت نظام تشغيل أو نظام تشغيل المعدلة اللي هي دائما بيكون مشاركين فيها مجموعة من المطورين اللي بيستفيدوا من النواء الأساسية بتاعت الاندرويد وطلعوا نظام تشغيل بشكل مختلف أو بإمكانات مختلفة لمختلف الناس الاندرويد عنده متاجر للتطبيقات مختلفة منها Google Play Mobile Market Mobile Market Mobile Market Mobile Genie والعديد من المتاجر المختلفة الممكن نزل منها البرامج تحت الاندرويد عموما برامج الاندرويد من السهل الشيء لنالقاء سواء من متاجر التطبيقات المختلفة أو من الانترنت عموما أو ممكن رسيل بلوتوث من واحد صاحبي أو أعمال لها شيء في مواقع مواقع التواصل في الآخر بدي نرغب بقدر نزل ه بسوله على عكس برامج الـ ايو اس اللي هو نظام التشغيل لشركة ابل في منتجات مختلفة سواء كانت ايفون أو ايباد نظام التشغيل ايو اس البطورين شركة ابل وتنزل في مختلف منتجاتها سواء كانت ايفون او ايباد هو نظام او غير مفتوحة المصدر زي نظام الاندرويد بمعنى انه بطوروا شركة ابل فقط ومطورين شركة ابل محتاجة معالجة مفروض تعالجي فركة ابل بعدها تنزل كنسخة رسمية الايو اس عنده بعض الافضاليات على نظام التشغيل الاندرويد نظام الايو اس نظام امن مقارنة بنظام التشغيل الاندرويد نظام مستقر من ناحية استهلاك لمصادر الجهاز او رسورس تحت الجهاز مقارنة من اندرويد جوضة تطبيقات في الايو اس بتختلف كثير عند جوضة تطبيقات في الاندرويد في الاخر المستخدم هل بحدد نظام التشغيل اشايف مناسب بالنسبة له سواء كان اندرويد او ايو اس عملنا استطلاع في واحد من المتاجر الالكترونية وسألنا الناس هل هم بفضل الاندرويد او الايو اس لو عندك الخير انك تختار تلفون احسن هل تختار ايو اس الناس على الايفون ولا اندرويد ولا ويندوز فون والله صراحة اندرويد لان انا تعاولت معه برضو كتير شديد وسهل التعاول من نسبة للآيفون طبعا لاحظت انه اللي يزول يمشي يمشي السوق لو دائر وعد صوم ينزل اي حاجة يضطر يمشي محيل معين ينزل له لكن انا بنزل براي في البيت اي حاجة نعيزة ايو اس طبعا ايو اس ايو اس مع الويندسفون ان شاء الله اكيد ايو اس جبلي في الاندرويد ايو اس يعني النسبة تقريبا متساوية ولكن نعود الى محمد فكرة التطبيقات هل يعني هذا سؤال كنا طرحنا ولكن نريد بعض التفصيل فيه وهي وهو فكرة ان يكون التطبيق نفس التطبيق ولكن يختلف من نظام الى نظام في جودة التفعيل والتشغيل جودة التطبيق بتعتمد على جودة الوبراتينج سيستيم هو النظام التشغيل بالنسبة الى ايو اس البرامج اقلة بسيطة او مش اقل لانه الكلام اللي قلنا هو انه عليها رقابة كثيرة على جودة عالية جدا في الاندرويد برامج كثيرة جدا ومتاجر كثيرة جدا والجودة بتاعتها اقل لو تحدثنا عن التطبيقات المشتركة هناك تطبيقات عامة نستطيع واتساب وفيبر وكثير من التطبيقات الخاصة بالتواصل اتصالات مثلا هل يختلف او هل تختلف جودة التطبيق من نظام الى نظام تختلف جودة التطبيق من نظام لنفس التطبيق بنفس التطبيق مثلا المثال اجزاء التواصل اللي بنستخدمها بشكل يومي في الاي او اس اكثر ثبات ما ممكن يحصلها كراش بسهولة او تكفل من غير السبب او تحصل لها مشكلة هذا بشكل عام ام تجارب شخصية هذا بشكل عام بتجارب شخصية او بشكل عام كله انه يعني في الاندرويد ممكن يكفل ممكن يحصل مشكلة في اي لحظة يعني حتى السبب يكون ما معروف هو ده الفرق الاساسي وهو ده بخلي الكلام اللي تكلمنا فيه اول عن الامان انه لما تكون البرامج اشبات اكتر الصغرات فيها اغلة بتزيد نسبة الامان فيها واللي هي في الاندرويد اقل امانا واقل اشباتا طيب نذهب الياستاذ ابراهيم يعني ربما له رأي اخر او يريد يعني توضيح اكبر انا يعني ان كل تطبيق ليه الامان الخاص بتاعه وليه الشركة نعم تظهر بعض الرسائل بعض التطبيقات المختلفة في التواصل درجة الامان يعني يرسلون برسائل تؤكد يعني سرية المكالمات سرية الراسل كل شوية بيعملوا اوبديت علشان يعلوا الامان بتاعه لكن هي بتعتمد علشان الاندرويد او يعني كلام الاستاذ محمد الاندرويد الانواع ففيه طبعا اجهزة يعني صغيرة والبروسيسور بتاعها ضعيف والزاكرة بتاعتها ضعيفة فطبيقيا ده هيعلق فيها ده لازم هيعلق فيها وده مش عب من الاندرويد ده من الجهاز نفسه الجهاز ضعيف ورخيص وكده فهو ما بيستحملش التحميل عليه جامل لكن بالنسبة الاجهزة اللي هي متطورة وعالية واخرى يعني نشبه متساويا خصوصا ان فيه تنوع كبير جدا في الاندرويد يعني عشرات الموديلات في حين الاي او اس هم من اول ما نزل ما يجوش سبعة تمانية في نفس النظام وفي نفس الشركة مثلا نلاحظ اختلاف بلد التصنيع يعني هذا سؤال لمختص هذا في الملعب يعني اختلاف بلد التصنيع لنفس الشركة هل يمثل فارق في جودة المنتج او في جودة الهاتف والله في الغالب لا لكن هنقول مثلا على مشكلة حصلت في النوت سيفن اللي ذكره لأستاذ محمد الاجهزة اللي قالوا انها بتنفجر او كذا فكان اللي حصلت فيه مشكلة على مستوى العالم هو بالمناسبة حاجة بسيطة يعني عشر اجهزة او حاجة كده وكان البطارية ميدن فيتنام اللي كانت الصيني ما حصلش فيها اي مشكلة المتعارف عليه يعني عالي المفروض مزبوط يا كانت المشكلة بالمناسبة الاساسية مش في البطارية كانت في ان البروستور بتاعه عالي جدا فبيعمل حرارة في البطارية البروستور بتاعه كان يعني فوق الخيال وفي ناس لغاية دلوقتي بتستعمل الجهاز اللي احنا ذكرنا ده بدون مشاكل بس هما طبعا قفلوا الأبديت وكذا وكذا فكانت المشكلة ان البروستور يعني عالي جدا فبيعمل حرارة في البطارية هو ده السبب الرئيسي لكن اللي حصل منها مشاكل كانت مدن بلد معينة والفيتنام والتانية ما كانش فيها اي مشكلة خالص لكن الفايصل في النهاية هي الشركة وليست بلد التصنيع لا لا خالص هي الشركة طبعا لها كل دي شركات كبيرة ولها محمد يعني اجمالا في نهاية اللقاء اخذ منك بعض النصائح لمن يريد ان يتعامل بشكل جديد يقتار بين اي من النظامين ومن يتعامل بالفعل بماذا تنصح من يتعامل بالفعل مع اي جهاز انصحه في الاول انه يجرب الجهازين يجرب الاندرويد ويجرب الايوز من اخر اصدارات في اخر تلفونات ليهم عنده رفاهية التجريب ولكن الاغلبية لا بد ان يختار ما بين الاثنين لا بد ان يختار واحد من الاثنين يجرب لانه تحتاج الخبرات الشخصية محتاج انه يمشي يجرب كل واحد يشوفه محتاج بالنسبة للصور بالنسبة للفيديوهات بالنسبة لله هل هو عايز جهاز ساهل انه يدخل عليه بيانات ويطلع منه بيانات واللي عايز جهاز اكتر امانا واجمل واجهة من المحطيات دي هو بيقدر يحدد الجهاز الافضل لنفسه طيب نفس السؤال لالاستاذ ابراهيم وايضا اضف عليه يعني سؤال اخر وهو هل تعتقد ان هناك سباق بين نظامي التشغيل سواء اندرويد او الاي او اس السباق على الاستحواذ على كعكة المستخدمين وفي رأيك الى اين سيصل هذا السباق هو فيه السباق ده مش فيه سباق ده فيه حرب ده فيه حرب يعني شعواء ونحن الضحية اه لا فيه حرب جمدة ويعني مش عايزين طبعا نذكر امثلا انما فيه شركات بتضطر تضحي بموديلات معينة علشان توقف موديلات تانية يعني هو عارف ان الاصدار الفلاني نازل في شهر تمانية مثلا هو غالبا كلهم بينزلوا في شهر عشرة او في شهر تسعة فبينزل ده قبله عشان يسبق عشان ياخد منه جزء من السوق في حين ان دي ممكن تعمله مشاكل وفعلا حصلت مشكلة السنة دي كبيرة لنوع معين من الاجهزة فشل تقريبا بسبب ان هم تسرعوا ونزلوه عشان يضرب الجهاز التاني المنافس ليه علشان ياخد العميل باهم عارفين عميل مقدرش يشتري كل يوم موبايل فبيشتري الموبايل ده خلاص ده بيعد معه سنة سنة على الأقل فهو منزل الاصدار الجديد عشان ياخد الكيكة اللي التاني هياخدها بس الاسف ما حصلش ده لانه هو نزل جهاز ما فيوش اي جديد فالناس شافت لا الجهاز التاني ده فيه فيه اختراع ده ما فيوش اي حاجة هو هو اللي قابله فراحوا شارين الجهاز التاني فجاء بالعكس سيظل مستمر ولكن نصائح أخيرة نختم بهذا اللقاء من متخصص في مجال بيع الأجهزة الحديثة نصيحة لللي عايز يشتري جوال طبعا لازم يعرف هو احتياجاته ايه حتى لو ما عندوش الابشن انه هو او يعني الاختيار انه هو يجرب الاتنين ويعرف هو راجل مثلا عايزين كل شوية بيانات من ده ده بيصور كتير بينزل حاجات معلومات كتير عايزين قيلها على الكمبيوتر اتصالوا بالكمبيوتر كتير فيبقى ده ياخد اندرويد ما ياخدش اي او اس لانه الاي او اس حيتعبوا عشان يينقى اوصل الاندرويد الاي او اس كل يوم بالكمبيوتر ونزل وطلع ده متعبة شوية حتدايق خصوصا انا زيان بقول لحضرك الاي تيونز يعني الناس كتير مش فاهمة فيه صعب لكن الاندرويد ما بيحتاجش اي مشغل مجرد انه بوصله كفلاشة افتحه على الكمبيوتر انزل لانا عايزه سهل وبسيط وفي ايد يعني مش محتاج خبرة عالية فيه ناس بقى اللي هي بتستعمل الجرافيكس وحاجات كده متخصص متخصص اه ده يستعمل الاي او اس ما فيش مشكلة بالنسبة له او اللي فاهم فيه قوي يعني ودي مش متوفرة كتير يعني استطيع ان يعني اتلمس يعني الميول يذهب الى اين امه انا ما سيشكر عن ذلك مع الاستاذ ابراهيم وكذلك ايضا مع محمد الذي يشجع بشدة الاي او اس الله يحب نعم بهذا ينتهي لقاء اليوم من ساعة صباح نشكر ضيفينا محمد الهادي مبرمج تطبيقات للهواتف المحمولة وايضا الاستاذ ابراهيم رأفت صاحب محل لبيع اجهزة الهاتف المحمول كما نشكركم المشاهدين على طب المتابعة نرجو لكم صباحا جميلا السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة